موسيقى استقبل الأجيال هو الهم الأول والأخير لسيدة البلاد الأولى هنددي بيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير فبعد توزيع المعدات الدراسية ومعالجة مختلف شرائح المجتمع الجادي تبحث هذه المرة سيدة الأولى للبلاد عن منح دراسية للطلاب بالجامعات التركية خاصة جامعة قربوك الأمر ذاته هو هدف اللقاء الذي جمع سيدة الأولى للبلاد مع السفير التركي لدى البلاد على رأس وفد رفيع من رؤساء الجامعة التركية اللقاء بحث طرق الحصول على المنح وإقامة الطلاب الجاديين هناك وطرق تحسين شروطهم الدراسية اللقاء الذي حضره المستشار المكلف بالتعليم العالي ورئيس جامعة عنجمينة أكد فيه الوفد التركي توفير بيئة صالحة للطلاب الجاديين بتركيا جئنا مع رؤساء الجامعات التركية لمقابلة السيدة الأولى من أجل مستقبل الطلاب الجاديين ودراستهم في الجامعات التركية ونحن نحتضن هاليا أكثر من 150 طالب وهاليا جاهزين لاستقبال 500 طالب في مختلفة تخصصات الصحية والاجتماعية والطاقة وتخصصات أخرى مهمة جدا لشاد بحثنا أيضا مسألة تأليم الفتيات التي تؤطيه السيدة الأولى أهمية قصوى وإن شاد وتركيا دولة صديقة تأملان في مختلف المجالات وتقوية الشراكة بينهما لقاء آخر جمع السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير مع الأطباء السنينغاليين الذين جاءوا إلى البلاد بغرض إجراء عمليات جراحية لصالح الأطفال المصابين بالأمراض الخلقية حيث رافقهم زملائهم الشاديين بمستشفى الأم والطفل ويدخل هذا العمل في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة القلب الكبير والأطباء السنينغاليين الذين أجروا عمليات جراحية للأطفال وفقا للعلاقة الطيبة التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير والعمل لصالح الأطفال على طباء السنينغاليين أكدوا مساندتهم لمؤسسة القلب الكبير ذات الأهداف النبيلة والعمل الإنساني السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير وصفة البادرة بالإنسانية مشجعة في الوقت نفسه على طباء السنينغاليين وأكدت تعاون مؤسستها معهم وقال الطبيب الدكتور عمر اندور هذا اللقاء تحدثنا فيه عن الحملة التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير لمستقبل الأطفال وخاصة الأمراض الخلقية ونحن سؤاداء لمساعدة القلب الكبير في مختلف القافلات الطبية التي تقوم بها وأيضا جاهزين لمساعدتها في الحملة التوأوية وتوجيه الأطباء في طرق علاج الأطفال وهذا الأمل الإنساني يسئدنا ومن منطلق أن الصحة والتعليم أساس تقدم الأمم فإن رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هنددي بيتنو تغطي أولوية لهذه القطاعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر